بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن سيتو بلازميك أورجانيل اسمه بيروكزي سوم طبعا فيه ناس كتير بتقول الهستولوجي بلغبطنا وفيه حاجات كتير فيها كلمة سوم قلنا لايزوزوم ولسه هناخد الإندو سوم وفيه بروتياسوم وريبوسوم يعني طيب حل اللغبطة دي ايه حل اللغبطة دي انك تعرف ان الحاجات دي كلها بتستنتج نص الدرس من الاسم ازاي تعالوا نطبق الكلام ده على مثلا كلمة بيروكزي سوم المقطع بيروكزي جاي من اين جاي من مادة اسمها الهايدروجين بيروكسايد يبقى بيروكزي سوم بعرفنا ان الارجانيل ده وظفته لها علاقة بمادة اسمها الهايدروجين بيروكسايد الهايدروجين بيروكسايد ده اخدناه في الكاميا اللي هو ايه H2O2 اللي هو بالبلد كده مية الاكسوجين اللي بتشتريه من الصيدليات في ازايز تقول له هات ازايزة مية اكسوجين طب ده علاقته ايه بالهستولوجي وعلاقته ايه بالخلية هنشوف دلوقت لكن خلاصة الكلام ان البروكزي سوم هذا الاسم يفهمنا ان وظيفة هذا الاورجانيل لها علاقة بمية الاكسوجين H2O2 اللي هو الهايدروجين بيروكسايد بيروكزي جاية من كلمة بيروكسايد يبقى البروكزيزوم كونتينز انزايمس ويتش بروديوس اندي ديجريد هيدروجين بيروكسايد يبقى هذا الاورجانيل بيحتوي على انزيمات شغلتها تصنع الهايدروجين بيروكسايد اللي هو الهات اتش توكو دو وتكسره يعني تصنعه وتكسره بعد ما يقدي وظيفته ازاي تعالوا نشوف الكلام ده يبقى functions of beroxyzome عبارة عن ايه catabolism of very long chain fatty acids and formation of hydrogen beroxide يبقى شغلة البروكزيزوم كتابوليزم يعني تكسير يعني ما تاخد في الفيسيولوجي الميتابوليزم هتعرف ان هو بناء المادة وتكسير المادة في الجسم catabolism of very long chain fatty acids يعني الاحماض الدهنية اللي هي طويلة السلسال اللي هي فيها اكتر من 18 زرة كربون دي هتاخدوها في البيوكيميستي هتعرفوا يعني ايه very long chain fatty acids يعني الاحماض الدهنية اللي فيها اكتر من 18 زرة كربون الميتابوليزم بتاع هذا النوع من الاحماض الدهنية بيحصل في البيروكزيزوم وينتج عنه انتاج ايه مية اكسوجين formation of hydrogen beroxide يبقى طالما بيروكزي يبقى له علاقة بانتاج البيروكزي البيروكزي طيب وهو يعني البيروكزي ده يعني حاجة حلوة في الخلية او اللي حاجة وحشة هو سيلاحزوا حدين ازاي يعني الخلية ممكن تستخدمه في انها تموت بالميكروباط انت اصلا بيتشتري ازازة مية الاكسوجين من الصيدلية لتطهير الجروح لانه بيموت البكتيريا فعلا له بكتيري سايدل فانشن يبقى البيروكزي بيعمل ايه كيلنج يبقى نقدر نقول انه هو كيلنج اوف ميكرو ارجانيزمس الخلية بتعمل كيلنج اوف ميكرو ارجانيزمس باي هايدروجين بيروكزي بعد ما الخلية تبلع او تعمل فيجو سايتوزيس للميكرو ارجانيزم بتموته باستخدام البيروكزي يبقى ازا له وظيفة مبيد للبكتيريا دي معنى كلمة بكتيري سايدل يعني مبيد للبكتيريا بكتيري سايدل فانشن طيب وايه كمان يبقى دي وظيفة حلوة للهايدروجين بيروكزي طيب الهايدروجين بيروكزي لو تراكم في الخلية يعمل مشاكل يعني بعد ما يقد وظيفته انه يموت الميكرو بات لازم الخلية تتخلص منه لانه لو تراكم يعمل مشاكل في الخلية يعمل امراض ممكن يعمل ميوتاشن في الجينات يعمل damage في ال DNA ميوتشن يعني طفرة يعمل ما يبوز حتى من الدينية يعني يبوز جين يعمل فيه طفرة جينية تسبب أمراض يبقى لازم الخلية تعمل ايه تتخلص منه يبقى بيبتعمل الخلية بعد ما تعمل تستخدم الهيدروجين بروكسايد تعمل يبقى البروكزيزوم بيعمل تكسير الهيدروجين بروكسايد الزائد عن الحد لما يترقم في الخلية طيب احنا شعايزين يترقم في الخلية ليه لانه لو ترقم في الخلية بيعمل امراض ممكن يعمل يعمل ميوتشن يعمل سرطانات طيب البروكزيزوم من وظائفه كمان انه هو يعمل ديتوكسيفيكيشن في اثانول انت دراجز اثانول هو الكحول يعني واحد يشرب خمرة يعني دراجز الادوية الادوية بيحصلها ديتوكسيفيكيشن في الليفر مثلا والكيدني ديتوكسيفيكيشن يعني ايه يعني متابوليزم اف دراج لان الدراج لو فضل في الجسم فترة زائدة عن الحد هيعمل ضرر الدواء هيعمل ضرر لازم يحصل متابوليزم زي ما ناخد في الفرما في الترم التاني ان الدواء بعد ما يقد وظيفته الجسم بيكسره ويعمل له اكسيكريشن يخرجه خرجه مثلا في اليورين وهكذا يبقى ديتوكسيفيكيشن وفي اثانول انت دراجز بيعمل طيب البروكزيزوم بيعمل ديتوكسيفيكيشن للأدوية والإثانول ازاي باي اكسيديزينجزم يعمل لهم اكسيديشن بيستخدام مين الهايدروجين بروكزيزوم يبقى لو جالي السؤال فانكشنز اف بيروكزيزوم اف اقول لنفس كده كلمة السر هي ايه هايدروجين بروكزيز اربع نقاط كلهم بيتكلموا عن الهايدروجين بروكزيزوم بنقول ان البروكزيزوم شغلته ينتج الهايدروجين بروكزيزوم اثناء عملية الكتابوليزم وفيري لونجد شين فاتي اسد طيب وبيعمل يعني البروكزيزوم ينتج الهايدروجين بروكزيزي دي عشان يستخدمه في ايه يستخدمه في حاجتين حلوين انه هو يعمل وانه هو يعمل اكسادة للإثانول والدروجز ويخرجهم من الجسم طيب بعد ما الهايدروجين بروكزيز يقده وظيفته البروكزيزوم بارده يكسره ويخلص الخلية منه علشان ما يسببش امراض يبقى يعمل الهيدروجين بروكزيد بيحلل بقى الهايدروجين بروكزيد الى ايه اتش تو او و او تو مية واكسجين والاتنين ليس لهم تأثير دار على الخلية بعد ما اخدنا الفانكشن هناخد الاستراكشور استراكشور اوب بروكزيزوم هو عبارة عن ميمبريناس ارجانالي كونتينينج انزايمز حلو الميمبرين بتاعه جاي منين اتس ميمبرين اس درايف فروم شوف الحتة دي سموس اندو بلازم كريتيكلم دي حتة مش في الكتاب بس اعرفها افتكر كده ان هو بيعمل كاتابوليزم اوف فيري لونج تشين فاتي اسدس و احنا اخدنا ان من وظائف الاسموس اندو بلازم كريتيكلم انها بتعمل ميتابوليزم للفاتي اسدس برضو ميتابوليزم اوف ليبتس صح احنا بنقول دي ليه لان الكتاب ايقل لك ان البروكزيزوم من بريناس ارجانالي بيحتوي على انزايمز وده بيفكرك بمين بيفكرك بالليزوزوم بس بيقول لك في فرق بين البروكزيزوم والليزوزوم والليزوزوم من حيث مصدر الانزايمز ومصدر الممبرين يقول لك بيشبه الليزوزوم ولكن من مصدر مختلف الممبرين بتاعه من مصدر مختلف عن الليزوزوم يعني الممبرين بتاع الليزوزوم جاي منين مقطوع من الجلشي اباريتس طب الممبرين بتاع البروكزيزوم مقطوع منين الكتاب ما قال لكش وكأنه سر حربي بس انا بقول لك اهو انه مقطوع من الاسموس اندوبلازمي كريتكل او فاشن او انظر بروكزيزوم يعني بروكزيزوم ينقسم الى اثنين بروكزيزوم ممكن تحصل طيب ده مصدر الممبرين يبقى ان هو ممبرين بيحتوي على انزايمز مصدر الممبرين الاسموس اندوبلازمي كريتكل طيب مصدر الانزايمز مصدرها ايه اتس انزايمز ار ثانسي سايزد اون فري بولي ريبوسومز شفت الحتة دي يبقى ده اختلاف اخر مع الليزوزوم الليزوزوم كان الانزايمز بتاعته جاية من اين جايه من الاتاتش دريبوسومز اللي هي مسكة في الار اي ار انما ده جاي من الفري بولي ريبوسومز طبعا عارفين يعني ايه بولي ريبوسومز اللي هي مجموعة ريبوسومز عاملين مع بعض زي السبحة مجبوكين بفتلة الفتلة اللي هي الايه الار اي ايه اما ار اي ايه طيب يبقى ده سؤال مهم في الامسي كيو الانزايمز بتاع البروكزيزوم ويديك بقى يقول لك الاتاتشد ريبوسومز ولا الفري ريبوسومز ولا الفري بولي ريبوسومز لا يبقى الإجابة يبقى البروكزيزوم عبر عن ممبرينس أورجنال عرفنا مصدر الممبرين بتاعه وبيحتوي على إنزيمز وعرفنا مصدر الإنزيمز بتاعته الإنزيمز دي عبارة عن حوالي أربعين نوع من الإنزيمات والكتاليز إنزيم اللي هو شغلته كتاليز إنزيم مثلا شغلته نوى يكسر الهايدروجين بروكسايت دي أمثلة للإنزيمز الموجودة في البروكزيزوم طيب فاكرين يبقى دي كده إنزيمات بتعمل عملية طيب الإنزيمات بتاع الليزوزوم كانت بتعمل إيه هايدروليتك ديجاتشن هاضم عن طريق الهايدروليسيز التحالل المائي طيب يبقى كده عملنا مقارنة بين البروكزيزوم والليزوزوم طيب السايت والنمبر موجود في إنات لماذا موجود في كل الخلايا مع عادة من؟ مع عادة طبعا الماتيور سيبقى البروكزيزوم are present in nearly all cell types جميع الخلايا ولكن بالعقل كده بيكسر فين؟ هنقول they are numerous in metabolically active cells زي الهيباتوسايتز ما هو الهيباتوسايتز دي أكتر خلية لها دور في الميتابوليزم بتاع الفاتي أسيدز زي ما قلنا أو زي ما هتاخد في البايو يعني وكمان في الميتابوليزم بتاع الفاتي أسيدز والميتابوليزم بتاع الدروجز وبتاع الإيثانول عرفنا بناخد الفنقشن في الأول ليه؟ تمام والبروكزيمل رينال تيوبيوز البروكزيمل رينال تيوبيوز سيلز دي خلايا موجودة فين؟ في الكيدني رينال يعني كيدني خلاص مش لدي يعني ما تاخدش الموضوع على عصابك تقولبروكزيمل رينال تيوبيولز مش هنفهم دي لو تفتكر في السنوي رسمة النيفرون اللي هي الأنابيب اللي طالعة من اللي هي ماشى في النفرون الأبيب الملتاوية دي هي دي البروكزيمال رينال تيوبيولز هناخدها بعد كده في موديول جاي يعني يبقى دي الموست كومون سايتس بتاع البروكزيزوم وبرده نقدر نستنتج من الفونكشن لأن البروكزيزوم له دور في الميتابوليزم وفاتي أسدس فده يبقى أكيد موجود في الهباتوسايتس وليه دور في الميتابوليزم أو ديتوكسيفيكيشن أوف دراجز أند إسانول وده برضه يخليها موجودة في الهباتوسايتس وموجودة في البروكزيمال رينال تيوبيولز سيلز الصيز 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 من 2 من 10 ل 1 مايكرو میتر ديامتر يعني صغير طيب يبقى صغير قوي بيبقى ما تتعبش نفسك وتحاول تشوفه باللايت مايكروسكوب مش هتشوفه باللايت مايكروسكوب احنا هنشوفه بالالكتروميكروسكوب بالالكتروميكروسكوب هنلاقيه زي ما احنا شايفين قدامنا كده عبر عن ميمبريناس أرجانيل محاط بايه من برين يونت او 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 تمام ماشي طيب احنا بالميكروسكوب الالكتروني بديجي نوصف اي حاجة نقول عليها الكترون دينسة او الكترون ليوسيت يعني اما اسود غامق يا اما رمض يفتح قوي لا ده بتحس ان هو بين البنين وتحس ان هو هوموجينوس يبقى بروكزيزومs have finally granular homogenous content يبقى of moderate electron density حتى تدي لو مش مكتوبة في الكتاب هي برضو مهمة تنفعنا في العملي ان هنا الدينسة بنقول electron dense ولا electron leucent لا بين البنين دي معنى كلمة moderate electron density يعني مش اسود قوي ومش رمض يفتح قوي Surround by membrane unit او يبقى ده كده membrane unit حوالي يبقى اذا ده membrane organelle تمام ايه بقى كلمة final granular homogenous final granular هتحس ان هو منقط منقط كده ده معنى كلمة granular نقط زغيرة final granular homogenous يعني تحس ان درجة اللون واحدة سمع انا واحد يقولك انت هتتحك علينا طب الحتة الغمقة دي ايه اه هقولك ان الحتة الغمقة دي ايه يبقى هو العادي بتاعه نوه هوموجنص ولكن الموست animal species البروكزيزوم زهاف have a denser central region denser يعني حتة لونها غامق عن اللي حواليها في السنتر بتاع الايه البروكزيزوم اسمها نيوكليويد يعني تشبه النيوكلياس كلمة نيوكليويد ايد يعني يشبه بس ايه مش نيوكلياس ولا حك امال هي ايه هي عبارة عن contain a crystal of yurates oxidase يعني عبارة عن احد الانزيمات اللي موجودة في البروكزيزوم بقى في صورة crystalline في صورة بولورات الانزيم ده اسمه ايه يورات اوكسيديز من اسمه كده بيعمل oxidation لليوركاسد يعني ماشي يبقى crystal of yurates oxidase دي الحتة الغمقة اللي موجودة في البروكزيزوم الديفينيشن بتاع البروكزيزوم واحد اقول لك انت كنت نسيه ولا ايه لا بس انا ما بحبش اقول الديفينيشن في الاول لان الديفينيشن في الاول مش هتفهمه لانه عبارة عن ملخص للدرس وممكن يجيلك سؤال يعني ultra short تقول لك define the following اقول لك بروكزيزوم تقول له ايه بقى تحكي تلخص له درس البروكزيزوم في سطرين ثلاثة يبقى انت كده اجابتك صحيح هتقول له this is a membranous organelles like lysozome in that they are membrane bound physicals containing enzymes راغي كتير ايه membrane bound physicals دي يعني يعني اللي هي الممبرانous organelles المكوّرة اللي احنا هنقولها تجميعة بعد شوية خلاص يبقى المهم ان هو ممكن تقول تحريف غير ده ودخل الدرجة برضو تقول ان هو membranous cell organelles containing enzymes ماشي بس هو بيقول لك يبقى ان هو بيشبه الليزوزوم زي ما انا قلتلك ولكن it but differ from them بيختلف عن الليزوزوم في ايه مصدر الممبران ومصدر الانزايم differ from lysosome in the type and function of their enzymes يعني نقول تاني ان الانزايمز بتاع الليزوزوم جاية من الـ RER بتتصنع في الـ RER او الاتاتش دريبوسومز اللي عليها يعني ماشية في المصار بتاع الـ RER والجولجي والكلام ده كله ونوع هذه الانزايمات بيكون hydroletic digestive enzymes انزايمز بتعمل هاضمة عن طريق تحلل المائي انما البروكزيزوم اسمه واضحة له علاقة بالـ hydrogen broxide وبيعمل عملية oxidation يبقى oxidative enzymes والمصدر بتاعها الـ free polyribosomes ملوش دعوة بالـ RER خالص المصدر الانزايمز بتاع البروكزيزوم ايه؟ الـ free polyribosomes تم مصدر الممبرين انا قلتها الـ smooth endoblasmic critical ده معنى كلمة انه هو بيختلف عن الليزوزوم في الـ type and function of their enzymes and also have different origin يعني قلنا ان الليزوزوم جاي مقطوع من الـ جولجي والبروكزيزوم جاي من الـ smooth endoblasmic critical طيب احنا بندرس الحاجات دي في كلية الطب لان في امراض بيكون سببها خلل في وظيفة البروكزيزوم زي ايه بقول لك الـ primary hyperoxyluria اما اقول لك اي حاجة اسمها yuria URI اي حاجة اخيرها يوريا URI ايه؟ تعرف كده ان انا بقول لك ان في حاجة موجودة في اليورين hyperoxyluria hyper يعني زيادة يبقى زيادة كمية الـ oxal يعني الـ oxalات زي ميادة كمية الـ oxalات اللي نزلة في البول تسمع عن واحد يقول لك عمل تحليل بول ولقى عنده املح اهو ده احد انواع الاملاح املاح الاوكزيلات يبقى كلمة hyperoxyluria يعني واحد عملنا له تحليل بول لقى عنده املاح الاوكزيلات كتير في البول طب ايه ده مشكلة او مشكلة او مشكلة ده ممكن الاملاح دي تكتر وتترسب في اليوريتر الحالب او الكدني الكلية وتعمل حصوة تعمله حصوة في الايه؟ في الكلية او حصوة في الحالب ماشي؟ يبقى مرض حصوات الكلة لما يكون الحصوة نحوها اوكزيلات ممكن يبقى السبب خلل في موظيفة الايه؟ البروكزيزوم ازاي؟ يبقى لها اوكزيلات كتير بتنزل في البول اوكزيلات بروكزيزوم زي ايه؟ انه لسه ايه؟ لكنها يعمل حصوات في الكلة ماشي؟ لان التخلص من الاوكزيلات في الجسم بيتم يعني عن طريق احد الانزيمات اللي موجودة في البروكزيزوم فلو في خلل في هذا الانزيم يقوم الايه؟ الاوكزيلات تترقم في الدم وتنزل في البول كتير وتعمل حصوات في الكلة طيب مثال اخر ديفيشنسي اوف بروكزيزوم الانزيم سليد زي توسي فيه سيفير دامج في الليفر والكيدني اهي لان احنا لسه قيلين في الاول الدارس ان الفونكشن او الصيد بتاع البروكزيزوم تلاقيه موجود بكمية كبيرة في الهبات وصيد خلايا الكبد الليفر وفيه البروكزيما الرينال تيوبيولز اللي خلايا الرينال تيوبيولز او جزء من النفروم بتاع الايه الكيدني فلما يكون فيه فشل في البروكزيزوم في هذه الأورجنز يقوم يحصل سيفير دامج يبقى البروكزيزوم تؤدي الى امراض في الكبد وامراض في الكليا لان كده الهباتوسايتس خلايا الكبد او عندنا الرينال سيلز خلايا الكليا مش عارفة تتخلص من بعض المواد وتعمل لها او ديوكسي فيكيشن وتخرجها نتيجة نقص الانزيمات اللازمة لإتمام هذه العملية فيحصل تراكم للمواد دي يحصل accumulation of toxic molecules تراكم للمواد دي فين في الكبد والكليا وتسبب امراض يبقى البروكزيزوم بندرسه لانه لقى علاقة بالامراض اللي تهمنا احنا كأطباء نقص الانزيمات بتدعي البروكزيزوم تسبب امراض في الكبد والكليا زي مثلا انها ممكن تعمل حصوات كليا نقول الثاني البروكزيزوم بيبدأ بكلمة بيروكزي تفكرنا بمين بمين الهايدروجين بيروكسايد حلو يبقى البروكزيزوم خلاصة الكلام بتاعه بتصنع تكسر الهايدروجين بيروكسايد بيروكسايد اللي هو مية الأكسوجين طيب كده خلصنا البروكزيزوم دي تجميع بقى في الكتاب لان وإحنا بناخد الممبرينس أورجانيلز ساعات نقول ان هو بيتكون من فيزيكلز حاجات يعني الممبرينس أورجانيلز جيكلام كور كده زي البروكزيزوم والليزيزوم وتيوبيولز زي مثلا الس اي آر لسموس اندوبلازم كريتيكلام وسي ستر ناي زي مثلا الجلج أبريتس والرف اندوبلازم كريتيكلام فتجميع كده بيفرق الأوج بينهم بس هما كلهم الجدار بتاعهم بيتكون من الممبرين يونت زي ما قل طيب ايه بقى الفرق بينهم السي ستر ناي اللي هي بيقول لك شكل تحس ان هي اكياس مرصوصة على بعض اكياس مرصوصة على بعض وكيس تحس ان هو مش مفتوح لآخر ولا مقفول لآخر اكياس مرصوصة على بعض كده الكياس دي الساكيول لايكز دي الساكيول لايكز دي كيس ودكيس 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 اه ساعات بقى ايه زي دي كده سموس مفيش على سطحها ايه ر اي ار مفيش على سطحها ريبوسومس فتبقى دي ممكسلة ممكن ايه سموس اندوبلازمي رتيكلم او الممكن المنظر ده بنشوفه في الجلج ابريتوس وساعات يبقى عليها زي ما انت شاهد الحبيبات دي كده ريبوسومس يبقى دي موجودة في ال ري ري رف اندوبلازمي رتيكلم طيب التيوب تصغير تيوب التستيوب اللي بتشوفها في معملة الكامية تصغير تيوب يبقى قني ببات انا بب صغيرة هاي زي ما احنا شايفين انا متصلة مع بعض ومتفرعة ومتوصلة ببعض دي نشوفها اكتر فين فلسموس اندوبلازمي كريتيكلم طيب ال اللي هي المبريناس أرجانيلز عاملة شكل الكورة دي زي ما قلنا في اللايزوزوم مثلا وزي البرجوزوزوم اللي احنا شبهها اكياس مرصوصة على بعض الكيس مش مفتوح اوي ولا مقفول اوي رزمة كياس يعني حتى نقول كلمة stack في الجولجي اباريتس نقول على stack حزمة حزمة او رزمة من الكياس مرصوصة على بعض تمام يبقى بنقول they are unpranched flattened sac like عاملة شكل الكياس flattened يعني مرصوصة على بعض مش مفتوح اوي ولا مقفول اوي structures with narrow human اهي مش مفتوح اوي ولا مقفول اوي اهي ده human بتاعها او لان ماشي في ده they are parallel to each other موازية لبعض زي ما احنا شايفين في الصورة and may interconnect with each other ممكن تكون متصلة مع بعض زي ما احنا شايفين او اهي يعني شوف الشنطة او الكيس ده واللي قدامها دي في بينهم بقى الحتة دي اللي انا بشاور عليها الماشي فيها دي inter connection بين بعض ودي كمان الحتة دي في اتصال بين sister دي وال sister اللي قدام ها دي يبقى ده معنى كلمة inter connect with each other وده بنشوفه في rough endoblasmic critical they may be studied with ribosomes ومراسعة بالribosomes مثل rough endoblasmic critical اه free او smooth ما فيش عليها للribosomes ولا حاجة زي الجلجي ابريتوس اللي احنا شايفينه ده ده جلجي ابريتوس هوا يبقى sister nye بتقابلنا في الجلجي ابريتوس وفي rough endoblasmic critical طب كلمة tubules كلمة tubules تقابلنا غالبا في smooth endoblasmic critical ده عبارة عن أنابيب متصلة مع بعض أنابيب صغيرة they are branched and more diverse يعني متشعبة اكتر in shape than sister nye زي ما احنا شايفينه قرنها باللي فاتت هتلاقى متشعبة اكتر there the woman is wider اليوم بتاحها اوسع انما اللي فاتت كتكياس مرصوصة على بعض روز متكياس على بعض انما دي لها اليوم واضح ماشي as compared to sister nye اليوم او sisterna اليوم they don't have ribosomes on their surface as smooth endoblasmic reticulum tubules are formed from sister nye when they lost their ribosomes يعني sister nye بتاع الرف endoblasmic reticulum لما تفقد الribosomes بتاعتها شكلها تغير يتحول من sister nye الى tubules وتبقى دي كده smooth endoblasmic reticulum طب physicals physicals ما فيهاش يعني حاجة بقى ان هي physical حاجة مقوارة كده فقاعة دي مع الترجمة الحرفية لكين physical they are spherical كروية الشكل oval بيضوية الشكل membranous structures ماشي مع كل اللي احنا بنكلم عنهم membranous سواء sister nye او tubules او physicals that transport material within or outside the cell شغلتها تنقل المواد داخل الخلية او الى الخارج اثناء عملية exocytosis they are located closer to sister nye or tubules يعني زي ما قلنا مثلا transport physical اللي بتتقطع من sister nye بتاع rough endoplasmic reticulum وتروح تندمج مع sister nye بتاع الجلج apparatus يبقى they are located closer to sister nye or tubules and some types are present near the cell membrane اثناء عملية exocytosis طيب بنقول بقى في تجميعة بالإضافة بالإضافة للكلاثرين coated physical والكلام ده كله وبنقول عندنا five main types of intracear physical دي تجميعة مهمة في الامتحان بنسميهم ايه مجموعة physical مع بعض كده بنسميهم ايه الممبرين bound intracear physical membrane bound intracear physical انا رأيي الشخص دي ان هي حاجة بفهمها لنفسي كده ان هي تعتبر كل الممبرين organelles اللي شكلها مكور التجميعة بتاعته ما عندنا transport physical اللي اخذنا مع الجولج ابريتس اللي جاي من RER مقطوع من RER وتروح تندمج مع المتير surface بتاع الجولج وعند secretory physical اللي بتتقطع من mature surface بتاع الجولج فيها البروتين اللي هو تصنيع تمال تماما وراح هتعمل exocytosis سيب اسمها secretory physical و اللي zozome و bruxy zoom و endozome اللي سناخد الفيديو الجاي ده سؤال مهم ممكن يجيلك سؤال ultra short يقول any rate membrane bound intracear physical وتروح كتب له 5 دول موجودين في الكتاب السلام عليكم